الشعب السوداني بشكل عام وخصة تحية لجماهر شعبنا في المناطق المحرضة في جبال النوبة ودنيل الازرق وفي الدارفور وجميع مناطق الحامش في السودان يمكن اليوم الواحد حاول انه بيدي بعض الاضاحات وملاحظات عن ما يدور في السودان وهمها يعني ما يدور هو الانتهاكات التسارخة للنظام في مناطق الهامش بشكل عام واخرها المزبحة الذي حدث في هيبان مزبحة اطفال هيبان وانا افتكر انها هي جريمة ضد الانسانية وجريمة الحرب من الدرجة الاولى وهي واضع او موغف يعني يجعل كل الهادبين على عملية التغيير في السودان يعني يلتفوا حول قضية التغيير وانه يكونوا جادين في محاولة تغيير هذا النظام انا افتكر انه هذا النظام لم يترك للناس حتى يعني يجعلهم يكونوا محايدين في غضايا الوطن لانه انا افتكر انه يعني كان بيحاول يحيط بعض ماهر الشعب السوداني بانه هي غضايا خاصة بمناطق مختلفة ولكن الان طالت كل السودان بمختلفة نوعه انا تتابعنا قبل فترة قضية السدود في شمال السودان التهجير المحاولة التهجير القصري لمجموعات من مناطقها وهي بتكون فيها ضرار بالنسبة لاختصاط المنطقة وفي نفس الوقت فيها تمصل الحضارة والتراث السوداني اللي هو من اقدم الحضارات في العالم والشي الثاني هو ممكن ان احنا شفنا المحاولة المستمرة للغصف بالانتنوف هو قتل الاطفال دون اي يعني رحمة او شفقة وانا بفتكر انه ده يعني هو عملية بتاعت ابادة جماعية ممنهجة من النظام وده بتطلب مننا انه لا بد ان الناس سواج هذه الافعال البشعة من النظام بكل الادوات الممكنة النضال المسلح موجود على مستوى مناطق جبال النوب والنيل الأزرق والدارفور والناس قاعد تلقي النظام درس كل يوم في التضحية والنضال وقاعد يكون بيتلقوا هزائم مستمرة وقاعد يكون نتيجة لقوة هذه الطرحة اللي قاعد يقدمه المناضلين وكل الرفاق في مناطق المحررة وكذلك انا بفتكر يعني العقيدة العسكرية بالنسبة لجيش الشعب لانه الناس بتقاتل من اجل قضية من اجل هدف وعملية تغيير هذا السودان ولا بد انه لهذا السودان ان يتغير لوضع افضل يكون فيها جميع الناس متساويين للحقوق والواجبات يكون فيها حرية وفيها عدالة وفيها مساواة للناس ما يكون فيه اي تمييز على اساس الدين والعرق والجغرافية يعني العرق والدين والجغرافية لا يكون هو امتياز لأي شخص في انه هو يديه امتياز على الاخرين في هذا الوطن لو ده ما تم انا بفتكر انه السودان لن يكون سودان بوضعه الجغرافي المعروف هل قاعدين يعرفوا الناس القصة بتاعة العاطفة بتاعة المحافظة المعرفة وحدة البلاد وغيرها ده مربوطة بالوجدان المشترك وتفاعلنا مع هذه القضايا وتغييرنا لهذا الواقع حتى نبني وطن لانه اذا استمر هذا النظام الاياس بيدخل لكثير من الناس الممكن يكون هو عندهم نظرة يختلف من النظرة بتاعتينه لانه لا بده لا يمكن ان الناس تستمر على عملية الابادة الجماعية وعملية التطحير الاستني المستمر ده وباي داعي من الدواعي انا مفتكر ان الناس بتكون عندها تفكيرات اخرى ومختلفة تماما لانه هذا النظام يعني الناس وصلت قمتها في عملية بتاعت القهر لشعوب الهامش ووصل قمتها في عملية يعني ابادة شعوب الهامش بهذه الجرائم البشعة اللي احنا قاعدين نشوفها فالكلام اللي احنا بنوجهه الان انه جاء اللحظة كجماهير شعب السوداني انه لا بده كلنا نجيف وقفة واحدة لازالة هذا النظام لانه استمرار هذا النظام يعني كارثة بالنسبة للسودان الحاجة التانية انه برضو احنا بنفتكر انه التغيير بيدنا اولا ثم انك كل الاصدقاء والمحبين لعملية الديمقراطية والحقوق الانسان في العالم احنا بنطالبهم بانه يعني كل ما يحدث الان من قبل النظام لا بده ان يكون هناك سرقة للحكومات وللمؤسسات الدولية في انها تجيف في ضد ما يحدث في السودان ولا بده انها تساهم بشكل مباشر في عملية التغيير الذي لا بده ان يحدث في السودان في الفترات القادمة فنحن حقيقة بنفتكر انه نحن بندينا لشيء الحصل ده ولا بد ان يكون هناك تحركات لكل المؤسسات العدلية الدولية في انه يضاف هذه الجرائم جريمة هيبان وغير من الجرائم التي تمت في مناطق المحربة من قتل الاطفال والمواطنين والابرياء ان تضاف لجرائم الابادة الجماعية والجرائم التي حكم بموجبه كثير من قادة النظام بما فيهم الرئيس المؤتمر الوطني وهو عمر البشير والرحيم محمد حسين وحمد حرم كل هؤلاء الذين تم ادانتهم سيضاف لهم هذه الجرائم ويتيم لا بد ان يتيم ادانة اخرين لانه نفتكر انه هذا النظام كله مجرم وهو مشارك في هذا الذي يحدث الان لاطفالنا في مناطق الهامش في مختلف المناطق في السودان ونحن حقيقة نفتكر انه ما في كلام اكتر من انه نابد من الناس ان الناس تلتف حول عملية التغيير ونابد ان الناس تتحرك في انه هذا النظام لابد ان يسهب الى مزبلة التاريخ كيف